على تلبية الدعوة ووجوده مع أبنائه ودعم المستمر لنا في العمل الخيري في محافظة الدقانية وفقنا الله جميعاً والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مزاق طيبين الحقيقة أنا أشكرتم لأنكم أحتولي فرصة أن أنا تجاه أفتر معكم يمكن دائماً أولي يوم في رمضان الناس بتحاول تبهدفنا في أقرب متى العيلة تصدفت بذلك وأقرب الناس لقلبهم وأقرب الناس لقلب الواحد يمكن عيلتهم بشده فبالواحد يقرب يبقى يفتر معي وأنتم النهاردة عيلتنا إنتم الاستضافتونا النهاردة بحجب نشكركم حفلنا الفرصة لنا نقعد معاكم نفتر معاكم أول يوم في هذا الشهر الكريم شكراً جديد أستاذ سيد أستاذ سيد عبدالدع في بداية من أسبوع وعشر قيام تقريباً فقال إن إحنا عايزين نفتر مع أبناتنا وولادنا وكل محافظة الأهلية قطلنا برنامج وإحنا ناوم كل يوم دورنا في تطلق المكان فالناس كدير الحياة بيضعونا في النواة دي وأعضاء من يشف الشعب من أكثير بيضعونا بعض الناس من الأيام وأنا ناوم كل أولوية من أولوية لبلدنا وأولادنا اللي إحنا لازم نقعد معاهم الشعر دا الكريم الشعر المعظم اللي إحنا دايماً بالانتظروا من العام للعام زي بروس شكراً للسيدة على الدعوات الكريمة وعلى التنسيب للعمل شكراً للإدارة وإدارتنا والناس اللي تعمل نهاردة معانا شكراً للمهندس إشام والمهندسين 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 والبابا إشام زي ما بتقولوله بتتدول كده ومعاكم دايماً ووصلت بالهمكم والصاحبين وطبعاً هنشكر برضو مهمة جداً وزارة التضام الاجتماعي مدرية التضام الاجتماعي اللي هي وقتا بالها بترعيكم وبترائج وتشوف وتتهمي بكم وتتهمي بالإدارة برضو نشكر الإدارة والطبعات المسيات اللي معاكم هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر